بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين معكم الأستاذ عبدالحق خاشعي أستاذ في قسم الهندسة المدنية وري بجماعة بسكرة إن شاء الله اليوم سوف أقول بحل الواجب المنزلي المقدم للطلبة فيما يخص مقياس ميكانيك رسيوني بدون إطالة سوف أبدأ في حل التمرين الأول التمرين الأول مقدم هو التمرين عبارة على حساب محصلة حساب المحصلة لقوتين القوة الأولى هي قوة عندي المعلم تالي هو إكس غريب عندي قوة الأولى الاتجاه تاحة طويلة تاحة أولا هي ميتين نيوتن وعندي الاتجاه معرفة بالزاوية هي خمسة ثلاثين درجة القوة الثانية طويلة تاحة تسوي إلى ميت وخمسة نيوتن والزاوية المعرفة هي الزاوية الثلاثين بالنسبة إلى المحور Y وشاء مطلب مني أني نحسب أولا المحاصلة ونبعد نعبر على المحاصلة R سوف نقرأ R في حالة أولا المحاصلة اللي هما ال-E وال-G لذلك ماذا سوف نفعله؟ أول شيء لذلك ماذا عندي؟ عندي لذلك عندي هناك إكس وعندي هناك إكس وعندي الزاوية والعندي قوة اللي هي ميتين نيوتن الزاوية هناك بين أو بين إكس لذلك هي خمسة ثلاثين درجة وعندي قوة أخرى اللي هي طويلة تاحة ميت وخمسة نيوتن صح؟ والاتجاه تاحها معرفة بالزاوية اللي هي ثلاثين نيوتن صح؟ لذلك معروف أنه الكتابة الشوائعية للمحاصلة هي R تساوي تساوي إلى F1 زائد F2 صح؟ لذلك الكتابة السلامية هو أنه Rx تساوي هي sum the force برابرة X اللي هو F1 X زائد F2 X R Y ما تساوي؟ تساوي إلى sum the force برابرة Y صح؟ لا لا تساوي إلى F1 Y زائد F2 Y F1 X F1 Y أوكي؟ F1 X F1 Y ما هو عبارة على معروفة أن الطلبة هو عبارة على الإسقطات في الاتجاه X وفي الاتجاه Y ماذا سيكون لدينا؟ أولاً F1 X إذا سميت هذه F1 وهذه سميتها F2 صح؟ F1 X وما هو الطلبة؟ وعبارة على كوس هنا صح أو لا؟ لذلك هي عبارة على 200 مضربة في كوس 35 درجة أوكي؟ وعندي F1 Y وما تساوي؟ 100 تساوي إلى 200 لذلك كما تلاحظوا هنا الذي سيكون الإتجاه موجب على و لأن الإسقاط سيكون هنا في الإتجاه موجب والإسقاط وهذا هو في الإتجاه موجب لـ X والإسقاط سيكون في الإتجاه الموجب لـ Y ولهذا F1 Y وتساوي إلى 200 في 35 درجة أوكي؟ هذه هي كوس وهذا الإسقاط تاحة وعبارة على على حسابة نقوم بالعملية الحسابية هذا سيكون 163.83 نوتن والثانية سيكون 114.71 نوتن نوتن أوكي؟ الآن سوف أقوم بإسقاط القوة الثانية اللي هي F2 لذلك ما سيكون عندي؟ الإسقاط الأول سيكون عندي هذا الشكل والإسقاط الثاني سيكون عندي بهذا الشكل ف ف لذلك في ف ف ف ف ف كمتر ماركيو هي هذه في الاتجاه X لذلك الاتجاه السالب لذلك يساوي الى ناقص الزاوية تعي هي الزاوية 30 لذلك المقابل التاحه هذا هو نفسه هذا صح او لا لذلك المقابل التاحه هو سينيوس هذا سيساوي الى 150 مضروبة فاش في سينيوس 30 F2Y لذلك الاتجاه Y وهو المجاور للزاوية 30 لذلك سيكون هو في الاتجاه الموجب لذلك سيكون عبارة على 150 مضروبة في كوس 30 صح او لا لذلك هذا هو سيكون يساوي بعد العملية الحسابية ستكون تساوي الى ناقص ناقص 75 نيوتن و F2Y ستكون تساوي الى 129.90 نيوتن صح بالتطبيق القانون الاول لذلك سيكون Rx هو عبارة على F1x زائد F2x لذلك سنقوم بجمع المراكبات المراكبات القوى اللي رام عندي في الاتجاه X سيكون هذا 88.83 نيوتن Rx هو عبارة على F1y زائد F2y هو عبارة على 114.71 زائد F2y هي 129.90 وهي تساوي الى 244.61 نيوتن لذلك R هي معروفة أنه Rx زائد Ry مربع لذلك السؤال الثاني وش يطلب مني هو يطلب مني أنه نقوم بكتابة المحصلة بالشكل الشوعة التاحة وراء باستعمال أشعة الوحدة لذلك R هي Rx E زائد RY وش يساوي هذا لذلك Rx هي 88.83 E زائد 244.61 J نيوتن نتمنى إن شاء الله أنه يكون التمرين الأول واضح لذلك نتوقف الآن سوف أضع الحل تاعي إن شاء الله في الفيسبوك بعد دقائق إن شاء الله سوف أضع التمرين الثاني أوكي بتوفيق